وينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي فاضل التياشي سيد فاضل هل أصبح إذن تمرير حكومة الفخفاخ رهين بإشراك حزب قلب تونس في هذه الحكومة؟ مساء الخير هو بالفعل من يوم إلى آخر تتعقد الأمور أكثر في تونس حول مصار تشكيل الحكومة اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان واضحا وصريحا في تصريح إعلامي ذكر فيه أنه لا مجال لتونس وضرورة توسيع الحزام السياسي لحكومة إلياس الفخفاخ إن كانت له رغبة فعلا في تمريرها أمام البرلمان والغنوشي ذهب أبعد من ذلك بالقول أن حتى اختيار إلياس الفخفاخ لم يكن الاختيار الأفضل من رئيس الجمهورية لذلك الأمور تتعقد أكثر والنهضة تمارس ضغوطا كثيرة على اليس الفخفاخ واليس الفخفاخ متمسك بموقفه بعدم تشريك قلب تونس أيضا حتى الرأي العام في تونس هنا منقسم يعني هناك من بالفعل ضد الأقصاء ضرورة تشريك الجميع وصوصا الأحزاب التي فازت في الانتخابات التشريعية نعم سيد فضل الفخفاخ متمسك برأيه بعدم إشراك قلب تونس والدستوري الحر وطلبهم ربما بالذهاب إلى المعارضة هل من المحتمل أن يغير الفخفاخ رأيه اليوم هذا هو السؤال المطروح اليوم كما ذكرت الفخفاخ وحتى الفريق المكلف معه صرحوا اليوم أنه لن يتراجع عن هذا الخيار أيضا عرف عن الفخفاخ في السابق حتى لما تحمل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عرف عنه أيضا أنه متشدد في مواقفه ولا يتراجع بسهولة في مواقفه أيضا لا ننسى الضغوطات ربما التي يتحدث عنها البعض الصادر عن رئيس الجمهورية قيس أسعيد الذي كان وراء تكليف فخفاخ يعني رفض قلب تونس وراءه قيس أسعيد حسب أغلب المتابعين هنا في تونس الذي كان رئيسه نبي القروي نفسه في الدور الثاني من الرئاسية وبالنسبة للنهضة أيضا من الصعب أن تتراجع في موقفها هذا رشد الغنوشي يعني كما قلنا اليوم كان حاسما ومتشبثا بتشريك قلب تونس وأيضا القيادات من النهضة هناك القيادة من النهضة اليوم ذهب حد القول أنه على رئيس الحكومة المكلف لأسفخفاخ إعادة تكليف إلى رئيس الجمهورية ليتولى رئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى هل يندر ذلك سيد فاضل ربما بأن تلقى هذه الحكومة حكومة الفخفاخ مصير حكومة الحبيب الجملي وبالتالي الذهاب إلى انتخابات مباكرة أم أن الأمر قد يصبح معقدا أكثر ولا يستطيع الفخفاخ حتى تقديم هذه الحكومة في المدة الزمنية يوم 20 فبراير هو بالفعل أن اليس الفخفاخ يوم أمس راسل الأحزاب المعنية بالمشاركة في هذه الحكومة وطالب منهم تقديم مقترحاتهم حول الأسماء التي يريدون تشريكها في هذه الحكومة لكن يبدو أنه الأجل ينتهي هذا اليوم في هذا المساء ينتهي أجل التقديم يبدو أن بعض الأحزاب لم تقدم بعد مقترحاتها ولن تقدم ربما وهذا سيزيد أيضا من تعقيد الوضعية أكثر ومن تعطيل المشاورات وبالتالي فأن حظوظ تمرير هذه الحكومة ستتضاءل شيئا فشيئا إذا لم لمت الموضوع في الأيام القادمة والحسم وتقديم تنازلات من كل الأطراف لتجنب السيناريو الأسوأ الذي يعتبره التونسيون هنا سيناريو سيئ إذا تم المرور إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات وما سيتطلبه ذلك من تكاليف باهظة على البلاد اقتصادية واجتماعية لأن تنظيم انتخابات سيتطلب عدة أشهر قد تصل إلى موفى العام الجاري الانتخابات ستنظم ثم تصدر النتائج وتشكل حكومة أخرى وهذا لن يتحمله التونسيون ولن يتحمله الاقتصاد التونسي بكل تأكيد خصوصا أن الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال لحكومة يوسف الشاهد بدأ عليها شيء من الارتباك ومن الهشاشة الإدارة التونسية أيضا بدأ عليها الارتباك وعدم اليقين وهذا كله يخيم على المشهد اليوم في تونس شكرا جزيلا لك من تونس الكاتب وصحفي سيد فاضل الطياشي شكرا لك شكرا لك